ويتبع الصبي في الصلاة أباه في الحياة والهمات فلا تصار لصبي مات أبوه في الجرك غلى وبات الصلاة على الصبي قال جمع مئة القهار إن الصبي يتبع أباه وعلى ذلك إن كان الأبو مشرك ملحلا وما أكثر عن ملحلين الذين يكترون الضافة عاما أو يسببونهم على أنهم بني جلتهم إلا أنهم تستمرق نفوسهم سبب الله تعالى أو سبب أنبيائهم صلى الله عليه وسلم على المعامل فمن ثم هؤلاء المشركون لا يستحقون أن يصلى عليهم بل لا تقول الصلاة على مثل هؤلاء كنت من ثبت عليهم ولو كان من بني جلتنا ولو كتب له في هويته لأنه مسلم وثبت عنه أنه يسبب الثلاث العليا أو يسبب أحدا من الأنبياء وينكروا الإيمان بالبعث إما رأينا جمعهم يصدقون بهذا فمن ثم هؤلاء لا يجب أن يصلى عليهم لكن لو كان لهؤلاء أولادهم مسلمون فهل يصلى على أولادهم أو لا يصلى على أولادهم الفقهار اخترق في مشيحة ما هو حكم أولاد المشركين يمعن منهم قالوا إن حكمهم حكم آبائهم ولد المشرك نعم وغير معدل غير مآخر لكونه طفلا إلا أنه مسن به سنة أبيه فلا يصلى عليهم في انتهاء الموضع وذهب آخرون إلى أن أولاد المشركين ركمهم مسلمون ركمهم أنهم باقون على الإسلام إلى حين البلوغ وبعد البلوغ ينظر هل يبقون على الإسلام أو يطبعون أبائهم في الشرق لذلك قالوا إن كل مولول يولد على الفقرة وهذا يفيدنا أنه باقن على الفقرة لذلك فعلى هذا الرأي الرأي يرجعه الشيخ من أمام السنة والأصول حفظه الله تعالى ويرجعهم قطب الأئمة من علماء أيضا أنه قطمهم ركم المسلمين مع هذا الرأي يصلى عليهم ولو كان آباؤهم مشركين الله تعالى